ستفضي جلسات مجلس الدولة إلى بناء قوانين رصينة الذي افتتح دور الانقاد السنوي الرابع من الفترة السابعة بناء على الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة سلطان ايثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ليس ببعيد سيكون مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 أمام عضاء مجلس الدولة ومشروعات أخرى ستحال من مجلس الوزراء لمناقشتها في مرحلة مهمة يراد بها إيصال سلطنة عمان إلى مستقبل متقدم في شت القطاعات ننتظر من الإحالة من قبل مجلس الوزراء الموقر مجموعة من مشروعات القوانين هذه المشروعات التي نرى من الأهمية بمكان التعرض لها من أجل مناقشتها ومن أجل رفعها إلى المقام السامي وهي تجسيدا لرؤية عمان 2040 حيث أن رؤية عمان 2040 من ضمن محاورها القيام بكل ما يتعلق بإحداث تعديلات في التشريعات الموجودة في الدولة والتشريعات الجديدة التي يمكن إصدارها من خلال حالتها من قبل الحكومة ومن ثم مناقشتها من قبل مجلس عمان جلسة مجلس الدولة كشفت عبر مناقشة اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة نظام اعتماد شهادات الطلبة العلمية ومعادلتها للدارسين خارج سلطنة عمان أن هناك تأخيرا في الاعتماد وأن مسألة تزوير الشهادات لا تزال قائمة حيث رصدت 115 شهادة مزورة خلال خمسة عوام هذه الدراسة تهدف إلى معالجة تأخر لأن حاليا تأخذ فترة طويلة هذه الشهادة تأخذ فترة طويلة للمعادلة والاعتماد وطبعا هناك أيضا التزامات أخرى مرتبطة يعني مثلا الشخص أو الطالب عندما لا تكون شهادة معتمدة لا يستطيع العمل وفي حتى بعض المؤسسات لا تقبل حتى للتدريب عدد 107.380 شهادة خلال حوالي خمس سنوات خلال هذه الفترة خلال هذه الخمس سنوات ومن هذا العدد اكتشفوا 115 شهادة مزورة فقط من جانب آخر اللجنة الاجتماعية أشارت في الدراسة المقدمة حول الصحة النفسية إلى همية تحسين الخدمات المتعلقة بهذا القطاع والنظر في أسعار الاستشارات الصحية النفسية التي يراها أعضاء مجلس الدولة بأنها مرتفعة هناك نقص في أعداد الكوادر الصحية التي تخصصها وزارة الصحة لقطاع الصحة النفسية بما في ذلك عدد المستشفيات هذا الموضوع تمت مناقشته مع المختصين بالفعل في وزارة الصحة وهناك جهود تبذلها الوزارة من أجل تعميم الرعاية الصحة النفسية في مستويات الرعاية الأولية بدلا ما هي الآن تحار إلى مستشفى مرجعي فهناك خطط وهذا الواقع على مستوى العالم اللي هو إدماجها في مستويات الرعاية الأولية هندسة التشريعات والقوانين وصف لأعضاء مجلس الدولة وهو ما يسير عليه في أعماله وطموحه مرتفع عنان السماء والمضي قدما لأجل الوطن والمواطن في المقام الأول أحداث تغييرات في التشريعات بما يتوازى مع رؤية عمان 2040 وهو أمر أكد عليه جلالة السلطان المعظم في خطاباته في الوقت الذي سيعمل فيه مجلس الدولة على مناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال الفترة المقبلة من مجلس الدولة فارس بن جمع الهيبي مسقط